السلام عليكم ورحمة الله وطلعبونا الأحباء هنحل مع بعض النهاردة ان شاء الله تدريبات كتاب كيان تدريبات الشملة على الإجاز والإطنوب يلا بينا نبدأ رقم واحد بنقول هنا قال تميم الفاطمي بيقول يا مهمل العيش إن الدهر ذو نوب حكم الحوادث صعب غير منجذبي كم من مؤخر أمر حين يمكنه إلى غد وغد في قبضة الغيب ومبتد لبناء وهو هادمه ومدع لصواب وهو لم يصب ولك حدد من بين البدائل التالية القولة الذي يحمل مضمون البيت الثاني يعني تعالى نشوف البيت الثاني كده بيقول كم من مؤخر أمر يعني الإنسان الذي يؤخر الأمر هذا الإنسان لا يعرف ما في المستقبل فربما كان المستقبل يحمل مشكلات ومصاعب أكثر من الآن فلابد أن يفعل ما عليه الآن يعني هنا يا جماعة دعوة لعدم التأجيل لأنك ما تأجلش شغلك ما تأجلش عملك من المستقبل لأن مش عارفين المستقبل ده في إيه قال لي هنا لكل شيء إذا ما تم نقصان لا طبعا إنك لا تجني من الشوك العنب قال لي لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد أيوة بنقول كم من مؤخر أمر يعني بيأجل عمله اللي هو المفروض يعمله النهاردة إلى غد يبقى الإجابة الصحيحة رقم بقى العين من بين البدائل التالية المحسن البداعي في أو بين مبتدن لبناء وهدمه مبتدن لبناء يعني يبني هذا البناء لسه رايح يبنيه هدمه يعني خلاص يهدمه إذن بين هذا وذاك طبعا طباق لاثنين عكس بعض ما الفكرة الرئيسة للأبيات السابقة الفكرة الرئيسة هنا هو عدم تأجيل الأعمال وهو التزام الإنسان بما عليه لأن الظهر دائم التقلبات وأن حوادث الظهر وتقلباته صعبة فلابد أن يكون الإنسان على حذر من ذلك تمام دي الفكرة الرئيسة للأبيات السابقة رقم 4 هنا بنقول عين من الأبيات أسلوبا إنشائيا وبين غرضه وعيز طبق سلب وبين قيمته طيب تعالا نحدد كده أسلوب إنشائي يلا يا مهملة عندي نداءه يبدا أسلوب إنشائي طلبي نوع ونداء لأن إحنا عارفين أن الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء والعرض والتحديد كل دا إنشائي طلبي طيب غرضه إيه؟ غرضه التنبيه يا مهمل العيش وبدأ ينبهه إن الظهر دائم التقلبات في مصائب يبا إذن الغرض التنبيه طبق سلب وبين قيمته طيب هنا يا جماعة في البيت التالت بيقول ومدع لصواب صواب لم يوصي بي فعندي كلمة ونفية يبا إذن دا طباق سلب هو عيز طباق سلب طب قيمته إيه؟ طبعا توكيد المعنى وتوضيحه عندي يا جماعة زي ما قلنا كلمة صواب وإيه عندي نفيها اللي هو لم يوصي بي يبا دا هو طباق السلب يلا بنا كده رقم اتنين طيب هنا بنقول قال أحمد شوقي سلوا قلبي غادات سلا وثابا لعل على الجمال له عتابا ويسأل في الحوادث زو صواب فهل ترك الجمال له صوابا وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلب الجوابا وقالك هنا حدد من بين البدائل التالية نوع الإيجاز في قول الشاعر يسأل في الحوادث يسأل يا جماعة دا فعل مبني للمجهول طالما عندك فعل مبني للمجهول تستنتج على طول إنك عندك إيجاز بحزف الفاعل بحزف الفاعل طبعا رقم اتنين بيقول عين من بين البدائل التالية نوع الإيجاز في قوله فهل ترك الجمال له صوابا هل هل دا استفهام يبا طبعا نوع الإيجاز في قوله وطبعا إنشاء طلبي كمان قال لي هنا استنتج علاقة الشطر الثاني بما قبله في البيت الأخير فين البيت الأخير أهو بيقول وكنت إذا سألت القلب يوما إذا دي أداة شرط تولت دمع دا جواب الشرط ودايما جواب الشرط علاقته بتكون تعليل يبقى تعليل طبعا لما قبله جواب الشرط دايما علاقته تعليل رقم اربع بيقول هنا عايز أسلوب قصر في البيت الأخير وحدد وسلته في البيت الأخير هنا بيقول إيه ركز معايا كده تعال نشوف مع بعض بيقول إيه في البيت الأخير بيقول تولى الدمعه عن قلبي الجوابة تولى دا فعل الدمع دا فاعل تولى الدمع إيه الجوابة عن قلبي يبقى فيه تقديمه تأخير قدم الجر والمجرور على المفعول به اللي هو كلمة الجوابة تقديم الجر والمجرور على المفعول به يبقى هو دا وسيلة القصر يبقى أقول له دي الجملة اللي فيها أسلوب قصر ووسيلته تقديم الجر والمجرور على المفعول به اللي هو كلمة الجوابة دلالة استخدام إيه في البيت الثالث دلالة استخدام إيه الشرطية تدل على طبعا التأكي الدأ يبقى إذا الشرطية تفيد التأكيد يلا بنا كده رقم 3 لا تعذليه فإن العذل يولعه قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه جاوزتي يعني بلغتي في لومه حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه فاستعمل الرفق في تأنيبه خليك كويس كده واستعمل الرفق وقال ليه من عذله فهو مضن القلب موجعه مضن بمعنى متعب وموجع برضو قال لي هنا ميز من بين البدائل التالية صورة الإطناب في قول الشاعر فهو مضن القلب موجعه بص يا جماعة هو قال فاستعمل الرفق في تأنيبه لماذا تستعمل الرفق ليه لأنه خلاص مضن يعني متعب تعب شديد جدا متعب القلب موجعه فبالتالي الجملة دي علاقتها هتكون تعليل لأنها بيانت السبب هو بنقول استعمل الرفق ليه لأنه خلاص الرجل ده تعبان مضن القلب يعني متعب القلب تمام حدد من بين البدائل التالية محسنا بس هو قال لك محسن معنوي إذن الجناس مش معانا لأن الجناس ده محسن لفظي وكده كده السجع ده موجود في النثر وليس الشعر طيب قال لي محسن معنوي من البيت التاني تعال نروح للبيت التاني كده قال جاوزت في لومه حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه فبين أضر وينفع طبعا طباق إيجاب رقم ثلاثة بنقول ميز من بين البدائل التالية سر جمال الصورة البيانية في قول الشاعر العذل يولع شبه العذل ده جماعة شبه العذل وكأنه ركز معي كده شيء مادي هذا الشخص يولع به فبالتالي كده حزف المشبه به إذن هتكون استعارة مكنية طب هو شبه إيه هنا بإيه هو شبه العذل ده اللي هو معناوي بشيء مادي اللي هو حاجة مادي يبقى شبه معناوي بمادي يبقى سر الجمال التاجسيم اللي هي كده الإجابة رقم دل سر الجمال التاجسيم بعد كده بيقولك عين من الأبيات سلوب أمره وبين غرضه هنا بيقول لها استعمليه يبقى ده أسلوب إنشائي طلبي نوعه أمر غرضه طبعا النصح هو بينصحها أنها تستعمل الرفق وليس القسوة والعنف يبقى قولنا أسلوب الأمر وقولنا غرضه طب عايز استعارة وبين نوعها من البيت الأخير لسه أيلين العذلة تمام فاستعملي الرفق ولسه أيلين هنا بنقول العذلة يولعه لا العذلة يولعه ودي مش هنا فاستعمل الرفق في تعنيبه بدلا من عذية فهو مضن القلب مجعه ممكن أقول استعمل الرفق شبه الرفق وكأنه شيء مادي واستعمل يبقى حزف المادي اللي هو الشيء المادي يعني حزف المشبه به فكده تكون استعارة مكنية ممكن أقول متعب القلب فهنا شبه القلب برضو بينسان متعب فبكده حزف المشبه به اللي هو الإنسان إذن دي على طول استعارة مكنية لأنه كده حزف المشبه به حزف المشبه به